ساكن أسئل اجتماعية المشروع هذية اللي اتعدى عشرة سنوات على انتلاقه شنوه جديد فيه بالأرقام لشيفر 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 نحكيه على الموضوع هذية بعد ما كشفت هيئة مراقبة المصاريف العمومية في تقريرها السنوي لسنة 2022 وجود اخلالات كثيرة فيما يتعلق بالبرنامج الخصوصي لسه كان الاجتماعي بوزارة التجهيز والاسكان ومنها اساسا ما يتعلق بالتأخير الكبير على مستوى اجال وتنفيذ وانجاز المساكن الاجتماعية وحتى تأخر في تسليم عدد كبير منها رغم جاهزيتها هذية شنوه تسبب؟ تسبب فيه اهتراء عدد منها تسبب في الاستلاء على عدد منها من قبل الغير وهذية طبعا يتكلف في فلوس يتكلف صيانة يتكلف حراسة وكلو اهدار للمال العام دون كلهاي لاحظت في تقريرها اللي هتحصلت علي جريدة الصباح انه من خلال تقييم ما هو من خلال وحدة انجاز تقييم اداء وحدة انجاز البرنامج تسجيل ضعف في تسليم الوحدات السكانية للمنتفعين نلقاوا من 8372 مسكن تمت تسليم الى حد الان 654 فقط سليمت لمستحقيها يعني نحكي عن نسبة بنسبة 8 بالمئة من المساكن الاجتماعية المبارم جهذية تم تسليمها بعد تزيدت 157 العدد الجملي في 10 سنوات هو 9.7 بالمئة خيلوا معتها 10 بالمئة تقريبا هي نسبة انجاز برنامج المساكن الاجتماعية خلال 10 سنوات كاملين عليش نقطة استفهام تطرح حول الملف هذية المساكن والمقاسم الجاهزة التي لم يتم تسليمها رغم جاهزية القوائم أو لعدم جاهزية قوائم المنتفعين والمقدر عددها 3876 بلغت نسبتها 46 بالمئة وعدد المساكن والمقاسم التي لم يستكمل انجازها بلغت 46 بالمئة دون كل يوم منظر برنامج الساكن الاجتماعي هذية أو المساكن الاجتماعية برنامج المهم برشا لفئة كبيرة ولي برشا ناس تستنى فيه في 10 سنوات ما تمش استكمال وتسليم منازل إلا بقيمة 10 بالمئة أو بنسبة 10 بالمئة فما أرقام أخرى تم الأعلان عليها أما نفس الشيء مع تلك الأرقام فيها التفاصيل حول أنه المساكن اللي كملت حضرت أنه المساكن اللي ما حضرت شانه المساكن اللي تم الاستيلاء عليها ولكن الكلفة الإجمالية لهالبرنامج هذي هي 588 مليون دينار منظر جسما هو مشكل مزمن هذي مشكل قديم يعني متع نعرف وفما ما الساكن تم الاستيلاء عليها بعد 14 جنفي فما ناس منتها متنجمش تخرج ومشكل كبير كيفاش بشتخرجهم وفما معطيات غير محينة وما شكون كان وضعه وضع المستحق لهذا شكل نشكل الدعم الاجتماعي ومن بعد غيرت وضعيت ولت للأفضل ولا مشكل كبير نحن المفهوم القويم في هذا شنور كيف ما قلنا نحصر شكون مستحقين فما قائمات محينة والمستحقين فيسع نربح الوقتا ويأخذوا المساكن بتاعهم نحن هذه الفلسفة العامة المفروض أنه فما سرعة في الإنجاز والمفروض فما دقة في المعطيات يعني فما عائلات اللي محتاجة لسقف يجمحهم مزالوا الطوة فما ناس يعيشوا في غروف صعبة جدا يعني قيمة الكراء في تونس كراء المنازل والدت مشطة مش مشطة بركة أكثر من مشطة وديما تزيد نحن خاطر دائما من تونس بلد مفتوح ودائما عندنا منتها واثنين من الأشقاء اللي في تونس والأسعار تتساعد وفما مسألة أخرى بالمساكن الاجتماعية يعني كتشوف أنت نسبة التمكين من المساكن 10% وقلي تعرف اللي عائلات مستحقة للسكن بريمون يعني حاجة غريبة جدا وقلنا نحن وفاء في آخر مرة قلنا لفورميولة وجد في مرحلة معينة في سبرولس الفورميولة بلنسبة الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية هي الكراء والتمليك نظام الكراء والتمليك هو أحسن نظام حتى للفئات الكل مش لازم الفئات المحتاجة للناس الكل اللي يقدر طبقة الوسطى يعني لبروموتور بشي يخدم ونعرف برشا ناس تغشش يقول في الكلم هذا عليه شيز متبئة عنتي أنا أبارتمن بخمسة مئت مليون بش ترضى علينا بضبطة خليني نعطيك كل شهر شنجم نعطيك هتكون مفاهمة وانا كايني نخلص في الكرياء معايش في داري وانتي كيف كيف تقدر يعني البروموتور الدولة هو شو الفرق الدولة يلزمها تتخل الدولة تتدخل الدولة تخلص البروموتور وتقد هي تخلص من بعد كما نقولها نحنا الأجر نعرش نيدفع المواطنين التوينس عائلات راو مستعدين بشي قدوا يدفع مستعدين منظرة بش نعطيك مثال اليوم ما عندي برشا أصحاب يكو بلويت يلوجوا كارين معناتها ويلوجوا كيفاش يتحصلوا على قرض بشي يخذوا مسكن ويقعدوا يخلصوا في كين وميخلصوا في الكرياء المشكل أنه القروض السكنية الشروط اللي فيها صعبة جدا الساعة يلزم الزوز يكونوا مترسمين وتعرف الترسيم في القطاع الخاص ما عادش موجود وفي الدولة كيف كيف زي دا عندي زي دا أصحاب يخدموا في الدولة يقضوا بثمانية سنين بش يترسموا ومعادش بالضبط يلقاوهم ديما ديما فورميل الأخرى بش ما يرسموا همش دون كنتي تجي تطلب أنه الكوبل وزوز يكونوا مرسمين وزوز يكون عندهم دخل معين وكي بهم موضوع الدخل نجم نفهمه أنا ما تطلعش الدخل برش زي دما فماش روى كوبل ياخو في عشرة ملايين وقدش بش يعطيه كريدي قدش ويعطيها أربعين بالمئة أربعين بالمئة من نسبة يعني أبرتمان فيها أربعمائة مليون يعني أنا فسرولي أنا والله مقولها بكل صراحة يا جماعة وهو روى لبروموتور أصدقائنا ويجوا بحذانا هب نعرف قدش الكلفة الحقيقية متعنا أبرتمان اس بيوس آن تخرجولي بربع مئة ونعرفش قدش فسرلي شو اللي فيهم نحب نفهم أنا ولو يلعبوا على المنطقة منظر فما فرق بين الأسعار في مناطق معينة ومناطق أخرى مناطق ما فيهم حتى شي لهم فراند مار لا فيهم منشآت رياضية كبيرة لا فيهم برشة كذب وبرشة رهوة في تونس في سامنت غرم وشوفوا لاحظوا منيها كل مرة هاي يولي هو كوتة ولكل هالسبيكولاتيون ولكل هالخدمة متع فيسبوك ولكل هالخدمة متع ميديا ومتع بروباقاند لاكثر لاقل لما وفاء لا موضوع هذا بالنسبة لل مورا يسقي سعيد يحكي على أنه يدخل والدولة والخدمات الاجتماعية وهذه هلا فورمول الدولة هي اللي تاخذ الموبل هي اللي تعمل المشروع تعطي البروموتور تخلص البروموتور ومن بعد المتساكنين إذا عنا قائمات بقيقة وفيهم مش حتى تلاعب كل مواطن منحقه بشكون عنده داره بشي بنعيلته ولكل كراء والتمليك هذك اللي تعطي البريريال هتناعرفو البريريال ما قلناش مايربحوش يربحو أما زادة بطريقة معقولة طريقة معقولة جزتهم أما هو منظر أن الموضوع ذي بش خليني نمشي الحديث على موضوع آخر ولكن زادة في نفس الإطار نكتشف أنه عنا تونس لخرى في تونس تونس لخرى بما معناه أنه فما إلى حد الآن فما ناس مازالت تسكن في مناطق نائية جدا مش مناطق نائية فقط جدا جدا بما معناه أنه الناس تمشي كيلومترات يوميا تتعدى على الغابة على الويد على المذيوبة على كل شي وش توصل الدار مطيشة على الحدود هذك هي دارهم الناس هذومة اللي عندهم لمدرسة لا جيمة لا عطار لا حد شي فقط باشي ناجموا يعيشوا يزمهم يوميا يقطعوا كيلومترات باشي يمشيوا على ساقيهم زي ده ما فهميش مواصلات ما فهم حد شي رغم زيلوا موجودين الناس هذومة مؤخرا صارت حاملة على الإنستغرام على مرة كبيرة كيف كيف عايشة في منطقة نائية على الحدود الجزائرية في سيمحوني في خربة مش في دار وحدها تقطع كيلومترات تتعدى على غابة معنتها وعلى أي حاجة تتعرض للخطر يوميا ما نعرضش منظر عليش ما يتمج إعداد قائمة بالناس هذومة هذومة زي درهم توينسة نقلهم من مناطق هذيك يعملو لهم حاجة غادي وكي فالناس ما تحبش تخرج من ديارها ولو أنه تلقى من شدة الفقر ميش ديار تلقىها بيت مش دار فما نعرضش الدولة وقتيش تتلفت للناس هذومة صحيح صحيح اللي ممكن ما نعرفوهم شو ما يعرفونيش ما يعرفوش حتى شكون رئيس الجمهورية ولا شنو ساير في بلاد ما عندهم حتى علاقة بشنو قاعد ساير في تونس كنا في رجيم معتوغ عام 86 أنا وشكري حاصل مرزو قل الشباب الكل اللي تعرفوه آآ مانتها ورافعت بيب والشبيب هذيك وجمال المقدمي نهارو قيت روحي أنا معايا منعرفش كون من الأولاد طولي فادينا موشي حاجا كناك معا شاب لابس عندو بروبو دو شامو عندو مولا و وفي بحذة عين متع ماء قاعد بيت قاعدنا نحنا الوجه صغير لكن اللفحات متع الشمس والدورتي متع الكليمات خلاوهم مجعد ولابس كيما الجبه قربنا له نحكي وما قلنا له ما تخافش منه رو نحنا هنا جنود رو لابسين قاعد يافحك كي يتبسم قاعد ساحج هلو لا قاعد بيت في المنغالة أنا لابس ما عرش معنة همونغالة قاعد يخزر شنية اللي في يدي قالوا له جماعة وقت ما يعرفش وقت ستي بورجيبة وقت ما يعرفش شكون يحكم ما يعرفش حتى علاقة وما زيلوا موجودين التوا فهم الناس مزيلوا موجودين قلنا له وانتي فين في الحدود يقول لي قاعد يضحك شما نتا حدود ما يعرفش حتى هوي اي في الصحرق قال نا 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 ما نتا قاعدنا هاوي ذكروها لولاد ما نتا موجودين ما نتا بالفعل بالفعل ما نتا حاجات تبكي حاجات أنا شخصية الأثرت فيها ما نتا نقوله هيدا مواطن تونسي عليش هكا ما نتا عايش ايه وفما حاجة يزي منقولها زادا راهو ديما أنا ديما عندي لتيم وانياج متاعي تحية كبيرة للجيش الوطني تعرف الجيش الوطني اللي هو على الحدود هو اللي يعمل عيادة الناس هذوكم هو اللي دويهم وهو اللي عاونهم لكن بطبيعة يزمنا كلامك انتي صحيح وفاء يزمنا نجمعوا الناس هذوم في قورة ونعطيهم كل الامكانات يعني بللي نعملوا معهم وراوي يقبلوا يقبلوا انه يمشيوا معاك عايش على زوزة جاجات وترفع ضمه وما يعرش حتى تونس ما يعرش معنتها رئيس جمهورية مش نحكي على الجهل والتخلف لا لا نحكي على ناس دي كونيك تيك كريمو دي كونيك تيك كريمو ما عندهمش ما يعرف ما عندهمش بداية التعريف ما عندهمش السيد جزتما انا نحب نعرف هل هذومة محسوبين في التعداد السكاني السكاني متاع تونس ولا لا الدولة رايزمها تعترف ناطق ديك تو تلقاهم المرأة الكبيرة اللي عزوزة اللي حكيت عليها قالت انها عايشة في الكوخ اللي هي فيه ما نجمش تسميه باسمه اخر ما هوش دار في الكوخ عندها سنين شنو الكلم اللي قاعدت تقول فيه قاعدت تقول كل يوم كل غولة واحدة هي وحدها عايشة معنتها تمشي تقطع كيلومترات بش تجيب حاجة تستقاد كي توفى عليها كل شي وهت ترجع تقعد بالليمات وحدها غدي كم طيشة ما تعرف حد شي ما عندها حد شي مسجلة مسجلة مش مسجلة ما عندها حد شي فقط أربع حيوت أسقف أكهو هذه الحالات الناس اللي عيشوا نحن شفنا وضعيات في منوبة نتذكر في أحد السنوات يمكن خفز سنين ستسنين لتالي شيخ مات في دار وحد ما فاق به نشوف هذه دور المرشدين الاجتماعيين والمرشدات الاجتماعيات هذا دور المعتمدين السلطات المحلية والجهوية نعملوا إحساء نحن عنا المصالح كما قلنا على الأمن لكن أيضا الجيش الوطني عنده كما قلت قاعد يقدم في خدمات راه ومبرشة ناس ما تشوفش الشي هذا لأنه ما عاشوهش قاعد يقدم في خدمات وقاعد يعمل في الفيزيت ميليكال ويعطي في الدواء يلزم نعطيه حتى هو الإمكانات لأنه هو عنده من ناحية تطبيقية وعملياتية عنده القدرة موعد الأخبار ونرجع معكم في